انه كورونا في طريقة الى الرحيل بإذن الله وان الحياة العادية بدأت مع اللقاحات في مصر واللي عايز يعرف كده ببساطة يروح مطار القاهرة مثلا لو صادف وراح رحلة في مطار القاهرة بيسافر او منتظر حد او بيودع حد هيلقي مطار القاهرة اصبح مزدحما ازدحاما هائلا هائلا حاجة تحسسك بالسعادة انه مصر استعادت الحياة الطبيعية وانه السياح بدأ وييجوا والزوار بيتدفقوا بالآلاف لكن لما تشوف نفسه المطار ده تعرف ان فيه مشكلة كبيرة جدا ان المطار ما كانش مستعد يبدو يعني ما كانش عنده استعداد كافي من كل جهاته المطار فيه 17 جهة فيه بتشتغل 17 جهة مشانجوه المطار بكل جهات السبعة عشر ده يبدو انهم مكنش اخدين بالهم ان ايه ده هيحصل فتلاقي حالة من الاضطراب والزحام والكسافة غير المنطقية وممرات بتقريبا الناس دخلت بعضيها وغياب للتنظيم تام وزحام ومحدش عارف فين ايه يعني مشهد يعني على قد ما بتفخر بعودة حد طبيعي المصر على قد ما بتفخر بهذا العدد الهائل من الاجانب اللي جايين مصر والعرب وتشعر فعلا بعزة القلب وهي يعني ترفرف لكن كمان على قد ما بتبقى حاسس بالضيق انه في جهات ما كانش مستعدة لكده المطار ما كانش مستعدة لعله استعد يعني لعل العيون الرقابية تنتبه ونرجع وننظمه بشكل افضل واحسن وما ناخدش بالتصرحات الوردية ولا نتحاول الى الدفاع عن نفسنا ده احنا احسن حاجة واحنا عملنا ايه افضل ايه لانه لا احسن ولا حاجة يعني وايس اطلاع رأي بسيط للناس هنعرف الكلام ده فيش ده الحالة الدفاعية دي ولازم نعتبر المطار حاجة مهمة جدا وواجهة رهيبة بالنسبة للمصر فهننتبه له شوية لكن داينا بها كل حاجة انه فيه جهات وهيئات في مصر ما خدتش بالها ما كانش مستعدة ان الاقاع تغير وانه كورونا نزحت او ان نسحب جزء كبير من القصر وانه لسه التصرف بالتكلس بتاع الدنيا براحراحة والكسافة قليلة والاقبال مش عال لا الدنيا تغيرت خالص فالتا محتاج في التغيير انه حد ينسى اقاع السنتين اللي فاتوا ويشتغل على اقاع جديد اسرع بمراحل واكثر قدرة على الاستجابة وسرعة ومرونة مع المتغيرات لانه مولد كورونا خلى مناطق اساسا فيه مطارات في مصر كانت صرحت العمالة طيب انت بقى المفروض تبقى دارس كوزار الطيران دارس انه الطيران هيزيد والعدد هيزيد والاقبال هيزيد فترجع العمالة ما رجعش العمالة فبين فيه مطارات زي مطارات لقصر ومطارات شرميشي بالعمالة عمالة كورونا تستقبل ما بعد كورونا يعني اللي قصدوا انه هنا بقى سرعة الاستجابة والاقاع من الاسباب اللي اتصور انها ايضا موضوعة كضمن ادلة من يرجح التغيير ان مصر فتحت ملفات جديدة ملفات يعني تفتح صفحات جديدة في تلك الملفات زي حول انسان استراتيجية للعليل حول انسان زي رفع الطوارئ في اعادة طبعية الحياة لمصر زي الحوار حتى الاستراتيجي اللي يجري دلوقتي مع واشنطن ودي سياسات محتاجة شخصيات تدرها بتكيف مع المتغيرات الجديدة مش عالقة في الملفات الاديمة لانه في ناس يعني في ناس بتتعامل مع الظرف بما تعودت ان تتعامل معه وبما استكانت لهذا التعود خصوصا ان التعود ده والسياسة دي نجحة نجحت يعني فانا مثلا قبضت كده فالقبضة دي ودت الى استقرار ودت الى النجاح في التنفيذ الى تقدم في المشروعات الى هدوء في البلد فلما يطلب من اللي عمل القبضة كده يفكها كده يبقى الان لو فكناها ما ممكن تفك خالص تاني فليم فكها في المترددين في ان احنا نفتح كده وعيدهم قفلين تاني او فتحين دي شوية ومسكين دي جدا فيحنا هنا قصاد يعني فيه سياسات علية بتتغير والاداء التنفيذي لسه شغال على السياسات اللي ما تغيرتش فانا محتاج يعني الوجوه تنسق تتسق بقى وجوه جديدة مع تلك السياسات الجزائية يعني باختصار يا جماعة الفترة اللي فاتت فترة السبع السنوات ده انا بقى تحليلي هنا يعني انا قلتلكم من يرجح تغييرا او يطلبه او ينتظره وليس معنا ذلك انه سيحصل عليه ومن يستبعد التغيير ولا يريده ولا اتصور ايضا انه يضمن ان ما لا يريده سوف يتحقق لكن بتحليل الى هنا انه في السنوات السبع الاخيرة او السبع وشوية الاخيرة فترة رئيسة الرئيس السيسي السبع سنوات دولة وشوية كان فيه اولويات كبرى للبلد هائلة مش كبرى ولو انا ترجمت من الابطال الاساسيين في السلطة التنفيذية لفترة السبع سنوات ونص هلاقي الكهرباء وزارة الكهرباء هلاقي الاسكان والمرافق هلاقي المالية وزارة المالية وانا برضو عايز اقول لي وزارة المالية وانا عارف ان الكلام مع وزارة المالية مؤذي بيؤذيني انا يعني انما تعظيم الموارد مش وقته الان خالص في ظل اسعار التضخم زيادة التضخم وزيادة الاسعار احذروا من سياسة تعظيم الموارد الان بيؤذف بقى باضافة بزيادة رسوم يعني اعتقد انه والله ده دي نصيحة امينة البلدي والمجتمعي والحكومتي ويعني لمصلحة اظنها واجبة ونصيحة اظن انها واجبة انه فيه اولويات للمرحلة واحتمال الناس لا ينتظر تلك القطرة الزيادة في الكوب فخلينا يعني سياسيين ولو ستة شهر يعني انت عمل بالسياسة ستة شهر بس مش بالعمل التنفيذ المحض المطالب بانه يحقق فورا كذا زيادة كذا بصرف النظر عن كذا النجاحات الكبيرة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت كان بيتصدرها الاصلاح المالي والنقدي وده طبعا البنك المركزي على قدمته ووزارة المالية والكهرباء والنجاحات الجبارة اللي عملها المهندس محمد شاكر لعبقار المصر العظيم وزير الكهرباء والطاقة البطرور والطاقة ده طبعا حاجة تانية ووزارة الاسكان والمرافق بالمنجز اللي حصل سواء بقى في ظل وزارة اسكان مصطفى بردبولي او عاصم الجزار اي ان كان يعني احنا وصاد نجاحات في الاسكان والمرافق عموما والبنية الاساسية وحصل صدارة للمشهد ما ظنيش بقى انه السبع سنوات القادمة دي الصدارة للوزارات التلاتة ليه لانه دي فيه حاجة اسمها المنفعة الحدية انا كمس دي واخر 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 ما اريد انتهي لي اي فيه حاجة اسمها المنفعة الحدية يعني يعني احنا احنا بنينا كل ده وعملنا كل زي الكهرباء دلوقتي بشي هنقدر نريد محطات جديدة بنعمل محطات للطاقة النظيفة انما يعني بقى خلاص عملنا اكتفاء ذاتي من صد فالدنيا بدأ المطلوب يبقى قال فانا عيش على ادارة الممتلكات بتاعتي ادارة الاصول اللي انا شغال في الوقت نفس نفس حكاية في الاسكان انك تشتغل على ازاي تقرب نسبة المتطلبات السنوية للاسكان مع زيادة البنى الاقتصادي وبعد كده تسيب القطاع الخاص يشتغل ويلب احتياجات الناس فخلاص دي مرحلة اتصور نقل المرحلة اللي تستدعي بقى انه يبقى فيه ثلاث وزارات هما اللي يدخلوا المشهد للسبع السنوات القادمة او فيه التغيير او للجمهورية الجديدة بالمعنى الحرفي وزارة التعليم وزارة الثقافة وزارة السياحة والاثار دي مرحلة